هذا البرنامج أقوم فيه بواجبي كطالب علم بشرح مبسط لبعض الأحكام الفقهية اللي بيحتاجها المسلمين في عبادتهم اليومية بغرض تعلم كيفية العبادة والإحساس بمعانيها ولا يحتوي هذا البرنامج على فتاوى لأن هذا من اختصاص أهل العلم والفتوى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستمرين مع حضراتكم السيرة على طريق الله لإحياء روح العبادة وكل كم حلقة كده قلنا نتقابل نحن علشان نرد على أسئلة حضراتكم لأن بعد كل حلقة في بعض الأسئلة اللي بتطرق في أذهان حضراتكم سواء فقهية متعلقة بحلقات روح العبادة أو حتى كانت موجودة عندنا بعد تهلنا على الفيسبوك أو على المنتدى من وقت رمضان اللي فات في برنامج عيش اللحظة في كل فترة كانت نلتقي مع بعض ونوقف الحلقات اللي بنتكلم فيها على العبادات ونتكلم على رد الأسئلة وأنا حلقات الأسئلة بالنسبالي بتمثل رسائل من الله لنفسي لأنه لما حضراتكم بتبعتوا أسئلة معينة ده بيخليني روح أسأل لعلمائنا وأبحث في كتب أهل العلم لأنها وبتفتح أفكار جميلة جدا ولما بيكون فيها بعض الأسئلة الاجتماعية اللي فيها بتطرق على حياتنا بصفة يومية خلي الواحد يقعد يفكر في الحلول الأنسب علشان الواحد يعرف يعيش وهو قريب لربنا ويمارس حياته الدنيوية وهو بين يدي الله طائع محب لربنا سبحانه وتعالى كتير من التعثرات بتحصل لنا في حياتنا ويتبعت لي أسئلة كتيرة إزاي الواحد يقوم من التعثرات دي عشان يكمل السير على طريق الله بتبقى أسئلة مفيدة جدا وأنا بوصي الناس اللي بتفرجوا علينا النهاردة سواء كنت بعدت سؤال ومنتظر إجابته أو حتى ما بعدتش لعل ربنا يجري على لسان المتكلم بعض الإجابات اللي تفتح لك أفكار أو تحل لك بعض الإشكاليات في الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هبدأ ببعض الأسئلة الفقهية اللي جاءت لنا بعد حلقة الصيام انا كنا عملنا حلقتين على الصيام قبل رمضان اللي فات وإحنا معرضين أن الواحد يحتاج يسألهم سواء لرمضان اللي جاي أو تعلم العلم فلعلك لا تدري متى تحتاجوا إليه كما قال العلماء فالسؤال الأولاني بيقول كنت خلفت في رمضان طبعاً السائلة ست خلفت في رمضان اللي فات وما صمتش وجاي علي خلاص رمضان اللي جاي ينفع صومه قبل مقضي رمضان اللي فات الجواب طبعاً الفقهاء اتفقوا على أن لو واحدة فطرت في رمضان وما لحقتش أن هي تقضي ما عليها من رمضان اللي فات وداخل عليها فرض رمضان اللي بعديه أن ما فيش أي عائق بينها وبين الشهر اللي جاي أنها تقضي هي المفروض الأولى أو المستحب أنها تلحق خلاص الأيام اللي عليها لكن لو ما لحقتش ما فيش عليها شيء معين يمنعها من صيام رمضان اللي حال فتصومي رمضان اللي جاي ده حتى لو ما خلصتش التلاتين يوم اللي عليك أو التسعة وعشرين يوم اللي عليك وبعدين بإذن الله تصومي عليك من السنة اللي فات حد بيقول ما بعرفش أحني ظهري الإنحناء الكامل بتاع الركوع أنا كنت في حلقة الصلاة قمت ومثلت لحضراتكم كيف يستوي الإنسان راكعا والركوع من أركان الصلاة والمفروض الإنسان يركع والعلماء شبهوها أن لو تحطت كباية مية على ظهرك تبقى مستوية ما تدلقش فالإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث فاركع حتى تستوي راكعا وتطمئن والسنة في الركوع من أول سبحانه ربي العظيم ثلاث مرات وفي بعض الأذكار الأخرى زي سبوح قدوس رب الملائكة والروح طيب في واحد بيقولي أنا ما بعرفش أركع أصلا يعني ما عرفش أستوي راكعا كده إحنا عندنا هنا احتمالين مع صاحب السؤال الاحتمال الأولان يكون ما يقدرش خارج استطاعته عنده شيء ألم شديد في ظهره أو شيء معين بيعوق بين قدرته على أنه يركع أو هو صاحب السؤال أو أي حد مننا مش متعلم يركع إزاي فمش بيعرف مش علشان عنده عدم قدرة هو عنده عدم معلومة فلو عنده عدم معلومة بس عنده قدرة لازم يتعلم يروح لوالده يسأله يروح لأخوي يسأله يروح لشيخ يقوله يعني كيف أستوي راكعا زي ما سيدنا محمد أمر بالاستواء راكع لكن لو الإنسان ما عندهش قدرة إحنا عندنا قاعدة في أصول الفقه معناها أن الحكم أو التكليف مرتبط بالقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا عجز الإنسان عن أنه هو يعمل أي تكليف قد يأتي لي فيه رخصة أو يسقط عنه يعني أنا عاجز عن الصيام في رمضان علشان أنا مريض مش بيسقط عني الصيام بأخذ رخصة أنا أفطر لغاية ما بقى كويس بعد كده وأشفى وخلص الدواء اللي باخده فمن كان منكم مريضا أو على سفرين في عدتهم من أيام أخر ونفس الكلام لو أنا مسافر لو أنا عندي مثلا هنا بقى فيه حاجة تاني طيب لو أنا ما عنديش قدرة زكي لأنني معايش فلوس معايش النصاب اللي هو 85 جرام دهب أنت تسقط عنك الزكاة مش مطالب بالزكاة وكذلك الحج الحج لو أنت ما عندكش قدرة أنك تحج لما نستطاع عليه السبيلة يسقط عنك الحج مش مكلف طيب لو أنا مش قادر أركع لأنني ما عنديش القدرة بسبب شيء مرضي أو حاجة زي كده أركع على قد ما قدر ولو مش قادر خالص أن أنا أصلا أقف علشان الوقوف ده بيتعبني قال صلى الله عليه وسلم فما اللي يستطع القيام فليصلي قاعدا فما اللي يستطع فليصلي على جنبه يومئ بعينيه قمة التسهيل والتسهيل من ربنا سبحانه وتعالى فلو ما فيش قدرة يبقى اركع على قد ما تقدر حسب قدر الظهرك ولو مش قادر تقف ممكن تركع وإنت قعد والله تعالى أعلى وأعلى إيه حكم الصلاة ده سؤال كان جاي بعد الصلاة إيه حكم الصلاة وأنا مسك المصحف وبقرأ منه ساعات كتير بنشوف بعض أصدقائنا مثلا والإمام بيصلي في الترويح مسك المصحف وساعات بنشوف بعض ناس من معرفنا مثلا عنده الحامل بتاع المصحف في بيته وبيصلي منه صلاة قيام الليل ولا بيصلي الفريضة ينفع ولا ما ينفعش العلماء قالوا بالذات الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف أثناء الصلاة فقال الإمام أحمد وهنا اللي خل كثير من العلماء يقوله بس في السنة مش في الفريضة ليه؟ عشان كلمة الإمام أحمد دي قال أحمد إمام أحمد إمام المذهب الحنبالي وإمام أهل السنة قال لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف فقيل له طيب في الفريضة فقيل له الفريضة قال لم أسمع فيها شيء يعني ما عنديش دليل بيقول ينفع في الفريضة عشان كده أغلب فتاة والعلماء وإن كان بعض العلماء قال ينفع في الفريضة بس ما يعودش يقلب ويتحرك يعني مثلا إيه؟ بعض العلماء نبي يصلي الفريضة من المصحف يبص كده بس مثلا يقرأ صفحه لكن أغلب أقوال العلماء في العصر الحديثي اللي إحنا فيه إنك ينفع بس ولكن في صلاة السنة فلو أنت عايز تخرج بره الخناعة دي أو بره الخلاف ده أنت ممكن تصلي من المصحف وأنت ناظر في المصحف وتقلب بحركات بسيطة ولكن في السنة وليس في الفريضة على قول الإمام أحمد وممكن تسمع من بعض علماءنا ومشيخنا أنه بيجيزوا حتى الصلاة في الفريضة عندي روماتيزم في رجلي وساعات بصلي وأنا قاعدة حرام ولا حلال بصوا يا جماعة إحنا دايما عندنا بمنتهى البساطة كده خدوها قاعدة وعلمها لنا علماء أنا حتى بالنص ده قالوا العذر المقعد لأي إنسان هو ده اللي مقبول يعني إيه يعني أنا عندي مثلا مرض معين لو عند أي حد من عوام الناس يقعدوا يبقى أنت عندك عذر أقعد ما تصليش وانت واقف لكن لو أنا راجع من مطش الكرة تعبان ومكسل أصلي وأنا واقف ومش عادي في صلي وأنا قاعد لأ ما ينفعش إنت ممكن تصلي وإنت قاعد في صلاة السنة ولكن نصف الأجر حتى لو تعرف تقوم يعني القيام ركن من أركان الصلاة لكن الإنسان غير المستطيع عدم استطاعة معجزة للجميع يعني كلنا ما نقدرش لو أي حد عنده المرض ده يقعدوا يبقى أنت عندك العذر اللي سيدنا محمد قال صلي قاعد فلو حضرتك عندك روماتيزم طبعا أنا ما عنديش تصور لآلام هذا المرض لكن هو مؤلم مش قادر يتوقف فيه يبقى طبعا لكن رخصة زي ما علماءنا نقلوا هذا الحكم نفس الكلام برضو حد بيبعد أنا مركب مفصل في الحوض كل الأشياء المرتبطة بعجز الإنسان عن القيام يبقى فيه آلام شديدة أو مش قادراءة كل ده بيسقط عنه التكليف ليس تكليف الصلاة إنما تكليف القيام فصلي وانت قاعد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات كان مريضا وكان يصلي جالسا وعلم الصحابة أحكام الصلاة والإنسان جالس وهو لنا فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وآله وسلم هل بعض النساء بتسأل هل لازم لو أنا بقرأ قرآن أكون لابسة طرحة ولا عادي أعتقد أننا جاودت على السؤال بكده وهفكر نفسي وهفكر حضرتكم العلماء قالوا إن ستر العورة ليس شرطا لقراءة القرآن ستر العورة شرطا للصلاة لكن لقراءة القرآن ستر العورة ليس شرطا لها ولكن قالوا إن من التأدب إن البنت وهي بتقرأ في المصحف ما تبقاش لابسة لبس عاري قوي احتراما للمصحف وقالوا بيسموها فياب المهنة يعني إيه فياب المهنة؟ قعدة بجلبية في البيت بفستام في البيت بالأشياء اللي هي الطبيعية اللي ممكن تقابل بيها مثلا قرأيبها ومحارمها من غير ما تبقى مكسوفة أو إنه لبسة عاري قوي يعني معاش أسف بفصل في الإجابة شوي فتأدبا مش علشان هو فريضة لازم ستر العورة للقراءة لا استأدبا مع كتاب الله فأبقى لابسة طرحة ولا لأ لا مش شرط لو عند الفقهاء يشترط لها ما يشترط للصلاة ثلاث حاجات الوضوء استقبال القبلة ستر العورة والعورة عند النساء في الصلاة وخارج الصلاة الجسد كله مع عد الوجه والكفين طبعا في ظهورها قدام الأجانب أما في الصلاة حتى لوحدها تبقى برضو ستر كل جسمها مع عد الوجه والكفين حد هنا بيسأل سؤاله مش فقي وسؤال يعني إيه يعني أدبي سميه سؤال أدبي بيقولها اللعب للجنباز أو للكونغ فو يقلل من شأني كطالب للعلم هو إحنا عندنا خمس أحكام شرعية الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام وأي حاجة عندنا في الدنيا بتقع على الخمس أحكام دول الرياضة هي من المباح عند العلماء ولو الرياضة دي مفيدة وبتفيد الإنسان وبتخليه بعد عن انحرافات كثيرة أصبحت مستحب فإنت ما بين المستحب والمباح إلا أن يكون الرياضة دي فيها حاجة مخصوصة من أن هي ما فيهاش ستر للعورة أو رياضة فيها شيء معين أفتى العلماء أن الرياضة دي بالذات حرام ودي موجودة في رياضات معينة ولد تدوروا في المسائل دي وكل واحد بيلعب رياضة يشعر أن فيها شبهة يسأل دار الإفتاء مثلا لكن واحد بيقولي مثلا بيلعب كونغفو رياضة الدفاع عن النفس هل دي قلل من شأن كطالب للعلم أنا بشوف أنه العكس ده هو طالب العلم لازم يكون رياضي مش لازم يعني فرض واجب يعني ياريات يكون رياضي ليه لأن سيدنا محمد قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف احرص على ما ينفعك شوف الحديث funny المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز طيب احرص على ما ينفعك الرياضة دي بتعمل رياقة بدنية نفس بتخلي الدورة الدموية مفيدة تخلي واحد جسمه كويس فيبقى واثق من نفسه بتعمل حاجات كتير مفيدة جدا فبالعكس دي أنا أتمنى أن كل اللي بيتفرج عليها يكون بيلعب رياضة بالشكل المناسب اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وبعدين الرياضة بتخلي إنسان يطلع طاقته في أشياء مفيدة زائد أن في مرحلة معينة في مراحل الشباب لو ما بيلعبش رياضة وبيفني وقته في الرياضة بيبقى عرضة لانحرافات كتيرة جدا فأنا أصلا دايما لما حد من الأباء والأمهات بيسألني طب ننصح ولادنا بيقولهم لازم يلعبوا رياضة عشان الرياضة دي هي المصد الأكبر بحفظ الله طبعا سبحانه وتعالى من انحرافات أخلاقية كتير ومخدرات وسجير الواحد بيخش فيها في سن الشابل ويكون قاعد فاضي فبعكس إلعب رياضة وده يرفع من شأنك من شأنك كطالب علم مش يقلل من شأنك كطالب علم وأنا أعتقد أن فكرة طالب العلم بلعبش الرياضة عشان الوقار وكده لأن احنا يعني حددنا الوقار تحديد غلط أنه ما يكونش بيهذر ما يكونش بيلعب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سابق السيدة عائشة وجري معاه سيدنا محمد في المهم خرج من بيته ولقى القبائل بتلعب رمي بالسهم بيتبارزوا أو بيعملوا مسابقة قال ارموا بنوا بكر وأنا معكم فشوف يعني كان صلى الله عليه وسلم بيه وخلى السيدة عشتها تتفرج على لعب الأحباش في المسجد فيمكن احنا بس شوية فكرة الوقار أو كده يعني احنا ساعات بنصنفها بطريقة خاطئة فربنا يتقبل منك وخد نية أنك أنت تصلح وتحافظ على صحتك وتبقى في ميزان حسناتك الرياضة دي يلا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين نشوفكم بعد فصل إن شاء الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقاله مكملين مع حضراتكم إجابة أسئلة حضراتكم أمي بتسأل بتقول جوزي ما بيصليش وحاولت كتير معاه وبدعيله وهو ما بيستجبش خالص ودايما زهقان بصي أختي الكريمة هو جوزك ومدام جوزك يبقى ربنا سبحانه وتعالى شاء إن تكون العشرة ما بينكم يمكن قبل ما يتجوزك كن لو جي السؤال أتجوز واحد ما بيصليش ولا لا أكون نوعنا نتناقش شوف بقية حياته عاملة إزاي لأن واحد ما بيصليش ده مؤشر خطر لكن فيه ناس ما بتصليش لكن فيه في حياتهم أشياء كتير فيها خير لا فيه أمل إن إحنا خطوة خطوة وإن شاء الله لأن ده عماد الدين ولما بيصليش عنده إشكالية كبيرة في رؤيته للاستجابة للإله لما يعرف إن سيدنا محمد علمنا إن الصلاة هي أصل دينا وعماد الدين وسيدنا عمر يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وآخر كلمة تطلع من فم النبي الشريف الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم خد بالك من مراتك وخد بالك من صلواتك وآخر نظرة مبتسمة في حيات النبي يوم ما كان في مرضه الأخير ووسع السطارة كده وهو على سريره شاف الصحابة بيصلوا فابتسم الطمن عليهم صلى الله عليه وسلم ثم رجع من هذا اليوم وفاضت روحه الشريفة إلى خالقها وبريها سبحانه وتعالى فاللي يعرف المعلومات دي كلها وبعدين يبقى تارك للصلاة مصر على ترك الصلاة لو لسه هيتقدم لك محتاجين لدار دي شوي لكن هو جوزك خلاص ليه حق عليك ومن حقوق الزوجين على بعض الصبر على التقصيرات أو الأخطاء أو العيوب جوزي ما بيصليش أقضي حاجة كبيرة بس أنا هو واجبه علي حقه علي أن أنا أصبر عليه في حاجة زي كده والناس يا جماعة ليهم مداخل يعني إيه ليهم مداخل يعني فيه واحد الموعظة بتأثر فيه حتى لو هو مفتري بس ستوعظه يتأثر وفيه واحد حتى لو خطأه بسيط بس بيقبل النصيحة كده عنده إيه نوع من النفور من أي نقد بتحتاج حاجة اسمها المدارة معاي هتوقت تفكر تجبه له إزاي طب هعمل إيه علشان يجيب له الفكرة لأنه هو بينفر حتى لو أخطأه بسيط إذن الإنسان محتاج أنه يفكر كويس لو قلبه على الشخص ده إنه هو إيه المدخل المناسب يا ما قلت له ما بيستجبش يا ما مش عارف إيه عمل يبقى استني بقى ده مش المدخل بتاعه وأنا عايز أقول له حضرتك على حاجة لعل عدم صلاة جوزك دي أحد أعظم أبوابك إلى الله ده ربنا دلوقتي بيشغلك داعية أنت مش واخدبالك ده ربنا دلوقتي بيخليكي جزء من تفكيرك ويومك وخطتك للمستقبل إزاي أخلي روحي حبيبي شريك حياتي يبقى من الصالحين فكون إن ربنا خلق ابنك ما بيصليش جوزك ما بيصليش مراتك ما بتصليش ده باب من أبواب الطعب يتفتح لك ده مش ابتلاء اللي هو قصد يعني ربنا زعلان منك فبينتقم منك فإداك واحدة ما بتصليش وإداكي واحدة ما لها مش كده خالص كون ربنا مش راضي عني إن جوزك ما بيصليش لأ ده فتح لك باب دعوة ده هو كما قال عليه الصلاة والسلام ابن سيدنا عليه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها طب أنا بقول الكلام ده بالذات ليه؟ عشان نقبل على دعوة حبيبنا أهلينا ولادنا إجوازنا بحب مش بنكد إن أنا متنكدة إن أنت ما بتصليش وبيتنا يا أخي بسبب عدم صلاةك ما فيهوش بركة يا أخي صلي بقى خلي بيتنا يخش في بركة واحدة واحدة هو كده عامل زي المغناطيس الموجب مع الموجب كل ما بتكلميه بيبعد إحنا عايزين سالب وموجب يقربوا فلازم تفكري يمكن الدعاء بس يكفي هو النصيحة بتبعده فأنا هدعي والدعاء ده إعجاز لأن ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء في قدرة مطلقة ما فيش حاجة توفق قدامها وأنا كان فيه حاجة ضخمة لا يتصور إنسان إنها ممكن تتغير كنت بادعي بيها ولما دعيت بيها قعدت كذا عمرة معورة بعض أداية بيها ربنا حققها دي وهي حاجة فيه هداية حد من المقربين مني وكان شيء لا يتصور على بال لكن ربنا حققها دي بعد سنة واثنين وثلاثة وأنصح مرة وتحصل مشكلة وأقلفت النظر مرة وهكذا فخد بالك من المسألة دي خد بالك من المسألة دي جدا يعني ما تحسيش بضغط نفسي يخليك لما ما يصليش تأفئفي مثلا هو جوزك هو حبيبك هو مسلم مش كافر هو مسلم لكنه عامل حاجة هي كبيرة بينه وبضرب بينه هو مش ظالم ولا قتال قتلة هو إنسان محترم لكنه محتاج إنه هو يصلي طب هنعمل إيه في حاجة زي كده هنشوف إيه الشيء اللي ما بينفروش أنت أضرب جوزك وأنا هقوله حاجة أعمل إيه ادعيله ومن غير تمثيل ولا تكلف صلي قدامه يعني الأذن يأذن قوم يتوضي وصلي من غير ما تلفيت نظره الله أكبر مستعيل لا ما تعملش كده هو يحس ويزهق أكتر ويتنرفز ويقوم هو متنرفز صلي قدامه بس ودعيله بس ولو جات فرصة تتكلمي كان بيهما ما جاتش يبقى بلاش نتكلم وربني يهدهولك ويحفظهولك والله تعالى أعلى وأعلى هل ينفع أصلي بتيشيرت كات ده سؤال جالنا من مش عارف أقرأ أوي الاسم هو ولا طبعا شاب أكيد يعني ينفع أصلي بتيشيرت كات ولا لا طبعا ده جاي بعد ما يكلمنا في الصلاة إن من شروط الصلاة ستر العور إحنا عندنا حديث في نهي كراها عن الصلاة ومحدش خاطط على كتفه حاكم إن سيدنا محمد نهي عن الصلاة وليس على عاتقك شيء من حديث أبي هريرة كموروية في الصحيح العاتق اللي هو الحيطة دي يعني في نهي كراها مش نهي تحريم لو مثلا أنا في تمرين أو أي حاجة فلابس فوطة بسعب نشوف العيدة الكرة بتاعمل كده لابس فوطة من فوق الصرة لغاية تحت رجبة بشكير طويل إن شاء الله الصلاة صحيحة من جهة الفقه لكن الأولى من جهة الاستحباب إن الإنسان يبقى حاطط على كتفه حاجة التيشيرت الكات فيه على كتفك حاجة أصلا يعني التيشيرت الكات لو أنا فاهم صح كات يعني ما فيهاش كم ففي على كتفك حاجة فهي أصلا ملهاش دعو الموضوع لكن ساعات بعض الناس اللي بيشوف حد لبس كات فيه حرام التيشيرت الكات لا مش حرام لكن تأدوبا مع الله أنت ما ينفعش تقابل وزير ولا ما ينفعش تقابل حد مهم دكتور جامعة ولا حد أنت عايز منه حاجة أنت بتشيك فتأدوبا مع الله بلاش التيشيرت الكات لكن النهار ده واحد في مصيف وبيصلي واحد بيلعب كورة ولابس التيشيرت يفوت الصلاة لا يصلي فالنهي أنه ما بقاش فيه أي حاجة على كتافي نهي كراها لكن التيشيرت الكات فيه حاجة على الكتاف والله تعالى أعلى وأعلى حد اسمها طاعة الرحمن بتقول إزاي أدعو الدعاء الصحة وهل لو نسيت حاجة في الصلاة صلاتي غير مقبولة تاني يا جماعة القبول على الله إحنا علينا الالتزام بشكل الصلاة فقهيا يعني أصلي الركوع صح والقيام صح وساتر العورة مستقبل القبلة أما القبول ما ينفعش حد في الكل إلا النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربني بيعلمه ويقوله الغيبيات يقولي صلاتك مش مقبولة أقوله حاضر يا سيدنا محمد لكن أي حد من سوى كده ما ينفعش حد يقولي صلاتك مش مقبولة ممكن يقولي صلاتك مش صحيحة من جهة الفقه فمش مستقبل القبلة مش ساتر العورة ما ركعتش ما سجدتش يقولي اضبط الموضوع ده لكن القبول على الله سبحانه وتعالى فلو نسيت حاجة فيه سجود سهو تسجدي طب إزاي أدعو الدعاء الصح هو لو أنا فاهم السؤال بطريقة سليمة هو ما فيش شيء معين في الدعاء يخليه صح إلا أن أنا أكون بدعي ربنا الفاعل الوحيد إلا أن أنا أكون داعي وأنا عندي يقين إن لو فيه خير ربنا يدهولي أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة إن أنا أكون بدعي وأنا مالي حلال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة إن أنا ما أكونش بدعي بحاجة فيها إثم أو قطيعة رحم يا رب انتئم من فلان ما قال صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أبنائكم تدعيش على الولد ما هو مطلع يعني ما تدعيش دعوتك مستجابة ولا دعوتك أنت كأب قال لا تصادفه بابا من السماء مفتوحا فالواحد ما يدعيش بإثم أو قطيعة رحم لكن تدعي تقولي إيه باللغة العربية بالإنجليزي بالفصحة بالعامية كل واحد وعلامه المهم القلب يكون إيه كده حاسس بالكلام ويكون مقبل على ربنا ويكون محتاج بيد من رب العالمين في أوقات طبعا لاستجابة الدعاء تلت الأخير بعد الصلوات أثناء الأذان لكن أكتر وقت لاستجابة الدعاء دايما العلماء كده يقولوا كده أوقات لاستجابة الدعاء وبعدين يقولوا سطر كده وأكتر وقت لاستجابة الدعاء هو الوقت للإنسان بيكون فيه مضطر يعني محتاج لربنا مقبل على الله أمن يجيبه المضطر إذا دعاه في أي وقت من اليوم في أي مكان متوضي أو مش متوضي وإذا سألك عبادي أي عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الداعي استجاب لإبليس لما قال له ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين مش هيستجيب للغلبة مننا فاتطمني وربنا يتقبل ويكرم حضرتك يا طاعة الرحمن ما هي صلاة التكفير وما هي صلاة التسابيح وكيف أصليها ومتى مش مستحضر دلوقتي صلاة التسابيح أظن بعض الشافعية أجزأ مش فكر مش عارف إجابة السؤال ده لكن صلاة التكفير هي اسمها صلاة التوبة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أذنب عبد ذنبا فتوضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم واحد يغلط زي حالتنا كده وبعد يغلط يشعر أنه هو مأثر في حق ربنا عنده اختيارات ممكن يتوب والتوبة محل لها القلب أو ممكن يعمل عمل بقى كامل زي ما النبي وص عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويصلي ركعتين بيفكر فيهم في ربنا يا رحمن يا غفور سامحني يسمعها صلاة التوبة ركعتين أكد أنك بتصلي الفجر السنة أيا كان لا يعني ركعتين غير الفريضة بس زي صلاة الفجر ركعتين فاتحة وصورة قصيرة وفاتحة وصورة قصيرة ركعتين عاديين ما فهمش تسبيحات مختلفة يعني وتصليهم وتدعي بالمغفرة دي اسمها صلاة التوبة أما صلاة التسبيح فأنا دلوقتي في اللحظة دي مش مستحضر للحكمة الله هل الصلاة في المسجد برينسس برينسس نودي أنا بقرأ الأسماء زي ما هي كده واضح أنها بنتي يعني هل الصلاة في المسجد فرضة على المرأة لا الصلاة في المسجد يعني مش فرضة على الست لكن سيدنا محمد قال لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله لو واحدة عايزة نصلي في المسجد بلاش أهلها يمنعوها لو ما فيش أخطار عليها في الطريق أو حاجة زي كده زي ممكن واحدة مسلا عايزة تنزل تصلي الفجر أبوها يقول لها لا هو مش بيمنعها من المسجد هو الوقت مش مناسب لنزولك فما نخشش في جدالات مستعينين بحديث النبي هو خايف عليك من الطريق لكن واحدة عايزة تحضر درسة في المسجد تصلي في المسجد في وصية محمدية من النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله لكن مش فريضة طبعا في بعض الأسماء أسماء بنات يعني فيها دلع شوية كده وانا مش بعرف يعني مش بحب أقرأها أوي يعني أسماء البنات اللي بيبقى النيك نيم دلع أوي فمش بعرف أقرأها أوي يعني كسف بصراحة يعني عشان بقى أكون صادق يعني فهي فلانة بتقول بغلط كتير وأنا بقرأ القرآن فهل ده غلط مع إني بكتهد أقرأه مظبوط أعمل إيه جميل أوي أن الإنسان يبقى نفسه يسمع ربنا القرآن بأجمل ألفاظ وبأحكام التلاوة لكن الحقيقة أن مش كلنا تعلمنا أحكام التلاوة وكل واحد كان عنده شيخ أو حد من صديقاتك يعلمك أو حاجة زي كده وعايزين يقرأ قرآن طيب اللي عايز يقرأ قرآن عنده أكتر من مرحلة أو أكتر من حاجة مهمة ياخد باله منها إحنا عندنا اللي بيقرأ القرآن بيعطي الحرف حقه ومستحقه إنه يقرأ القرآن المد الأربع حركات والمد الستة حركات والغنى الحركتين ويضغم المضغم ويخفي النون الساكنة في الوقت بتاع إخفاء النون الساكنة تمام أنت يتقرأ القرآن زي الصالحين كما كان يقرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه مستوى تاني اللي بيقرأ بالتشكيل اللي هو يا دوبك هو مش عارف الأحكام قوي لكنه بيقرأ بالتشكيل الجميع مقبولين وإن كان الأولى تعلم الأحكام التلاوة هي شهر وهتبقى زي الفل لكن لغاية ما تتعلم الأحكام لغاية ما تتعلم الأحكام إحنا هنا مستويين قال صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أنت مقامك مع الملايكة السفرة الكرام البررة ومن قرأ القرآن أو من يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق زي سؤال صديقتنا يتتعتع عمال مش عارف يجيب الكلمة ومش عارف يحط الحرفين مع بعض ويضغم الكلمتين مع بعض يتتعتع فيه بتهته وهو عليه شاق له أجران أجر القراءة وأجر المجاهد فكملي وبوصيك بتعلم الأحكام لكن غلطاتك الشيخ الشعراوي كان ليه كلمة في منتهى الجمال بيقول زي الأطفال الصغيرة لما ابني يقول يقول السين فيه فيقول ثوري مثلا يقولها كده ولا يقول أي حاجة تطلع من بقه زي العسل مش عارف ينطق الكلام عشان هو لسه صغير متعلمش ولله المثل والقع فإحنا لما يقول نفسه يقرأ كلام ربنا بس مش عارف يقولها ويقولها غالب بس بيحاول فربنا يعني إيه يدي له أجرين لأنه بيحاول هو لسه مش عارف بس المهم نحاول يلا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين نشوفكم بعد الفاصل بإذن الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كاملين مع حضراتكم الإجابة على الأسئلة حد اسمها حياتي كلها لله تقول لما أحب أظهر مواهبي وقدراتي هل دا يعني رياء وتكبر مني؟ سوى جماعة إحنا أي تصرف بيخر من الإنسان خاضع لحديث الحديث دا العلماء حطوه أول حديث في كتير من كتب السنة يقول لك باب النية وليه بيبدأوا بيه الحديث دا باب النية؟ كأن الإمام بيكلم نفسه بيقول أنا بعمل الكتاب دا نيتي لله بدأ بيه الإمام النووي فيه كتاب رياض الصالحين والإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب دايما باستمرار موضوع النية وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى كل واحد ونيته ممكن واحد يعمل فعل هو من المباحات لكن نيته سيئة جدا زي النواح وممكن واحد يعمل فعل من الطاعات ونيته سيئة جدا من الطاعات يعني أضرب لك مثال أنت بتقول لي أخبار فولاد إيه؟ قلت لك لا حول ولا قوة إلا بالله ياه بس عملتش حاجة بذكر ربنا وطبعا أنت وصل لك مني إن أنا بذمه بقول يعني دا حاجة يعني إذا حول حسب يالله ونعمل وكيل فأنا بذمه بالدعاء قال يعني بدعي ربنا وأنا أصدي نيتي من جوه إن أنا أشوه صورته قدامي فكان الطاعة استغلت فيها اسم ربنا لتشويه صورة الآخرين قال يعني بدعي بقى وأنا إنسان صالح وكده فأدي طاعة النية فيها إذاء الآخرين وممكن إنسان يعمل عمل مباح يئذي في الناس أو ينفع الناس فالقضية مش قضية العمل القضية قضية ما وراء العمل من النية إلا إذا كان خطأ حقيقي صريح أنا منفعش أشرب خمرة أو إن أنا مثلا أسرق وأقول أصلي كانت نيتي كويسة لا دا عمل فيه نص صريح بحرمته وإحنا ما عندناش نية صالحة فعمل سيء لو العمل دا عمل محرم فيه ظلم فيه كذا فعشي أقول بس نيتي كانت كويسة لا طيب إظهار المواهب والقدرات دا إيه؟ دا ممكن يبقى شيء مستحب وممكن يبقى شيء مباح إمتى يكون مستحب؟ زي ما ربنا في القرآن قال وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانيا فخلى الإنفاق وهي طاعة ممكن تبقى السر بينك وبين الشخص الفقير يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى محدش شاي في الموضوع وممكن تنفق فوصة الناس لتشجيع الناس على الإنفاق زي ما ربنا في القرآن قال إن تبدوا الصدقات يعني قدام الناس فنعم ما هي كويس عشان الكل يعمل زيك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم إنت تستفيد عشان إنت ده إخلاص بينك وبين الله فإمتى العلانية وإمتى السر حسب النفع أنهي الأحزن فدخل للموضوع أو أنها أظهرها المرة دي لا أخبيها المرة دي لأن نيتي من وراها واضحة إظهار المواهب والقدرات قد يكون وراها نوايا صالحة وقد يكون بالمصر البسيكة تنطيت ما تنطط على الناس بفرد تكبر وإيه شايف نفسي فبطلع قدراتي ومواهبي حصلت إمتى؟ حصلت يوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا حمزة حاطت ريشة طويلة في جيبه وبيتمشى بالحصان بتاعه في غزوة أحد بيظهر قوته أمام المشركين إحنا سبعمية عددنا والمشركين تلت تلاف سيد حمزة اسمه أسد الله وكان بيصطدق سود أيام الجاهلية فالمشركين لو شافوا ينهر ربيعة حمزة معاهم ده الواحده بألف واحد ده فكان بيتمشى بطريقة فيها إظهار للقوة والعزة فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع لأن دي لازم نبين القوة بتاعتنا قدام العدو اللي جاي عشان يغزوا المدينة ويحاربنا ويموتنا فهنا كان في عمل كان ورانية صالحة فإظهارك لمواهبك وقدراتك ليه؟ أنا ممكن أظهر بعض القدرات قدام ولادي عشان ابني يقولي إزاي عملتها يا بابا؟ قل له يا ابن أنا قريت ودرست وتعلمت عشان كده عرفت المعلومة دي فيفهم إن النجاح في الحياة بيأتي من الدراسة والقراءة وكذا قدام حد من ما عارفي أظهر شيء معين إنت الموضوع ده بقيت تعرف تعمله إزاي؟ قل له قريت عنه أما مثلا كذا كان في بعض مثلا أن الناس كان يورينا إزاي بيصلح حاجات في البيت وإزاي مش عارف يعمل إيه في التلفزيون وإزاي يفك الحنفية يا ابن أنت تعلمت الحاجات دي فين؟ قال لك مش أنا رب الأسرة؟ نفترض بازة حاجة في البيت وأنا مسؤول عن البيت وقبل ما جاي أكلم السباك ولا النجار ممكن مبقاش موجود لأي سبب أسيب البيت يخرب دي مسؤوليتي فكان بيظهر الحاجات دي عشان يعلمنا إحنا كأرباب الأسر إن إحنا كمان نبقى مسؤولي وهكذا إظهار بقى القدرات والكلام ده في وراها نية لكن هعمل فيها بعرفة كلمة إنجليزية أقول أكسن مثلا معينة بطريقة معينة ولفظ معين عشان أبين للناس أن أنا في مستوى اجتماعي أعلى دي نية مش حلو بأظهر قدراتي عشان أبين للناس أن أنا تعبت وأن أنا اكتهدت وإنتوا لسه وراء دي نية مش حلو فالنواية الكويسة تتعدد والنواية الوحشة تتعدد أنا يعني إيه ده اللي أعرفه في إجابة السؤال ده يا حياتي كلها لله هل الدعاء دي نور هل الدعاء بالزوج بالزواج من شخص معين يغير القدر علماء نعلمونا يا جماعة أن الدعاء من القدر ولا يغير القدر يعني ربنا أراد شيء معين أمتنا داعي أم ربنا تفاجئ بي فغيره لا إنما الدعاء من القدر يعني إيه يعني إذا أراد الله أن يعطيك شيئا أجرى على لسانك الدعاء فكان الدعاء من قدر الله فلما تلاقي نفسك كما يقول ابن عطاء الله إذا فتح لك باب المسألة السؤال والدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك استبشر إن شاء الله ففي واحدة متعلقة بشخص معين عمالها بتقول يا رب فلان رأيي الشخصي قد يكون صح وقد يكون غلط أنا ما منصحش بكذا لأن كثرة تكرار الاسم بيخلي الاسم يستقر فواحدة عايزة تتجوز عبد الرحمن يا رب عبد الرحمن يا رب عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا رب جي عبد الله هو اللي كان من نصبها جدع ورجل وابن ناس ومحترب وبيحبها هي تعلقت بشخص المفهول تتعلق بالخير تتعلق بالزوج الصالح أيا كان عبد الله ولا عبد الرحمن فلا أوصي صاحبة السؤال اسمها نور الحياة أوصي يا حضرت تدعي بالخير تدعي بالخير ولما تيجي تستخيري ابقى استخيري عليه تقولي بالاسم اللهم إن كان فلان بالاسم فيه خير ليه في ديني ومعاشي وعاقبة أملي فاقدره ليه وإسره ليه ده دعاء الاستخارة لكن الدعوات المستمرة اللي في السجود وفي الصلاة خليها بالخير أحسن دي يعني إيه على قد ما أنا أعرف والله أعلم يا الله يا ولي الصابرين الهدير بتقول مش بعرف أكون عندي خشوع في الصلاة غير وانا مغمض عني بس سمعت إنه ما ينفعش هل ده حرم ولا حلال الجواب يا هدير الإمام النووي وده كتاب مهم قوي أنا بوصي نفسي والسامعين والمشاهدين يقروه كتاب الأذكار للإمام النووي ذاكر فيه أشياء كتير مرتبط بالعبادات والأذكار وهو من الكتب المعتبرة عند الشافعية وعند عموما العلمائية ذاكر فيها إن الأصل في الصلاة هو البحث عن الخشوع وأن النظر في موضع السجود هو وسيلة للخشوع طب واحد لما بينظر في موضع السجود ما بيخشعش يعمل إيه الأولى النظر في موضع السجود وده اللي ورد من الصالحين ومن السنة لكن نفترض واحد لما بيغمض عنيه فكره بينجمع أكتر فأجازها الإمام النووي ونقل عن السلف إباحتهم لإن الإنسان يصلي وعينه مغمضة المهم في الآخر بيدور على الخشوة هي وسيلة للغاية من المسادي وهي الخشوة فلو مش حرم ولا حاجة والله أعلم سيف بيقول أنا مش عارف أتغلب على المعاصي بتاعتي أنا للسؤال ده بحب لو جادي كذا مرة أجاوب عليه كل مرة الإجابة الأولى يا سيف يا صديقي ويا حبيبي إنك أنت ممكن يكون في معاصي أنت مش متخيل حياتك من غيرها عشان كده الفكرة مسيطرة فكلما تبطلها ترجعك الفكرة مش يرجعك ضعفك يرجعك الفكرة زي بالضبط الراجل أو البنت الشاب أو البنت اللي مش متخيل حياته من غير فلانا فلانا قالت له أنا بكراهاك مش عاش شوف وشك وهو برضو وراها بيجري وراها لأنه مش متخيل حياته من غيرها لغاية ما حد يقول له في إيه ما تسترجل يا ابني في إيه يا ابني واحدة قال بيتك ما تطنشها أنت كمان خليك راجل كده فيطلع جواه فكرة تانية تحارب الفكرة دي فتلاقيين سيها بسهولة قوي لأن استفز جواه فكرة مش خلام عندهش قلبي بيحب هو فكرة حربة فكرة فأنت لو مش متصور حياتك من غير مخدرات من غير سجاير من غير أفلام إباحية عدم تصور الحياة من غير الذنب ده بيخلقين متعلق بيه فده أول حاجة وأي حاجة حرام نعرف نعيش من غيرها وإلا يبقى ربنا ما كانش يحرمها إحنا عندنا كده في الشريعة قاعدة بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكل حرام في استطاعة الإنسان إن هو يبطله وإلا وما كان ربك وما ربك بظلام للعبيد إن يحرم حاجة ما قدرش أسيبها لا كل محرم فهو في استطاعة ربنا يفتح عليك لكن أهم حاجة الجدية يا صديق الجدية في غلق الأبواب اللي بيقول عايز أبطل ما بيقفلش الأبواب اللي بتجيله منها وساوس المعصية بيبقى مش جد أول فاخد بالك من المسألة دي عشان كده داما زمان كان يقولك لما يكون في واحد بيحبه واحدة ويسيبه بعض ما يعديش في المنطقة اللي كانوا بيعودوا فيها مع بعض عشان ما يفتكرهاش لأن الإنسان لما بيعدي في أماكن وبيشم روايح معينة وبيفتكر الذكريات ممكن تخليه ينجذب تاني عشان كده الإنسان لما بيكون مثلا في مكان بيصهر فيه بيشرب فيه خمرة ما يمشيش من الشارع منه الشارع بتاعه ما يمشي في الشارع ده مش حرام لكن أنا لما روح هناك هفتكر ويعملي لهفة على الموضوع ده فأبعد يا عم عن الشر وغنيله عشان كده رب نقال في القرآن ولا تقربوا الزنا ما قالش ولا تزنوا لأن الزنا هو عبارة عن معصية بتيجي بعد كذا غلطة أولها النظر فقال لك ابعد بقى خالص عن الموضوع ده والله أعلم جوزي ما بيصليش وبيشديه معاه إيه حكاية الرجالة ما بيصليش وتكلمت معاه كتير ومش عارفة أعمل إيه ما بيصليش إحنا دردشنا في بداية الحلقة تعملي إيه لكن بيشدك معاه قد يكون بيتاري على صلاتك وأنا شفت كده شفت ستات بتتاري على جوازها اللي بيصلوا شفت رجالة بتتاري على ستاتها اللي بيصلوا أو عايزين يتحجبوا أو محجباتوا بصوا دي محنة كبيرة إن يكون نصي بيصارعني ما هو في الآخر جوزك ده نصك اسمه شاريك الحياة فالطبيعة دي تكون يتحبيه لو أنت إنسان طبيعية تكون يتحبي جوزك فيكون نصي بيصارعني ده شيء صعب قوي فربنا يكون فعليك بس لعل الله يكون بيربيك على المقاومة الإنسان لما يكون ماشي في طريق وحد يشده يوم الإنسان ده شادد يوم هو شدك ومن ته شادد أنت عضلاتك بتقوى وقت بأيه ما يسيبك هتنطلق فعلى فكرة الكلام ده حصل مع الصحابة في بداية الإسلام وطلع المهاجرين للأوائد إنه يسلم أبوه يزعقله أبوه يعذبه يسلم أمه تطرده يا جماعة تبدأ أنت المفهود أنا بقيت كويس وبطلت شرب الخمرة وبطلت الفواحش وبقيت بعبد إله واحد لشريكة له فتشكروني لكن كان الحرب من الأهل فده طلع قوة عند الصحابة المهاجرين للأوائل فربنا يحميك ويحفظك لكن هفكر حضرتك تتخنقيش على الصلاة صلي قدامه فقط يدعيله كتير وما ينفعش تسمعي كلامه وفتركك للصلاة لأ صلي حتى لو قلتك ما تصليش وتحجي بي حتى لو قلتك ما تتحجي بيش وده مش تعصية الزوج على الزوج لأن الله طاع لي مخلوق في معصية الخالق ربنا يحمينا وياخد بأيدينا إن شاء الله الله أنا بكره أمي جدا لأنها عاقبية كتير ومش قادر أسمحها لأنها أخرت مستقبلي أكتر من 15 سنة ما بتفكرش غير في نفسها أعمل إيه عشان أتخلص من العقدة دي سؤال صعب جدا علي لأن الإجابة السهلة بر أهلك وخليك طيب ساعات الواقع بيبقى صعب ما يساعدش على كده يعني لو أنت شايف إن أمك أذتك وما بتفكرش غير في نفسها و15 سنة من عمرك ضيعتهم عشان بتفكرش غير في نفسها هي محنة محنة كبيرة وإحنا أمرنا إن إحنا نبر أهلنا حتى لو كفار فأنا أقولك اللي جوه قلبي يعني أنا كأني محتاج أفكر في المواضع يومين ثلاثة وأرجع أجاوبك لكن هقولك اللي جوه قلبي سمحها لوجه الله وأرجو بمسامحتك لأمك إن ربنا يسمحك عن أكبر غلطة في حياتك وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والكراهية اللي جوهات مش عارف أشيلها أنا كده بس هفكة ممكن ما تكونش كراهية ممكن تبقى زعل الكراهية دي حاجة كبيرة أو فيها إذاء وكده لو هي الكراهية ما تخليش الكراهية دي تطلع في فعل خليها زعلة وبس وما تخليهاش تطلع لتفريط في حقها لأنه واضح إنها ستة كبيرة في السن لأنه أنت ذاكر سنك أنت سنك مش صغير فربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتها على أديك ويحسن خاتمتك يا رب إن شاء الله إنك ما تروحش عند ربنا وهي غضبان عليك وربنا سبحانه وتعالى عوضك في الدنيا وفي الآخرة كمان خد بارك ما تزعلهاش الوقت جيري بسرعة معاكم خلصت الرد على الأسئلة نشوفكم رايب إن شاء الله صلي الله وسلم وبركة نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة